وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول السلام الكريم هناك فواتير تدفع من شركات معينة لأطباء لمهندسين لشيء من هذا من باب أن يروجوا أو أن تروج هذه الشركات المستلزمات الطبية أو المستلزمات الهندسية لدى هؤلاء الأطباء حتى يروجوا لمنتجاتهم فيقوم هؤلاء الأطباء والمهندسون بكتابتها إلى غير ذلك وهذه الفواتير تكون على بعض المطاعم وإلى غير ذلك في الذبون يأخذون بقيمتها طعاما والمندوب يبيعها لتوفير متطلبات أخرى للأطباء لمن لا يريد هذه الفواتير فمن يريد الذهاب للمطعم يأخذه ومن لا يريد ويريد شيئا أخر لا توفره الشركة ويقوم ببيعها وتوفير الحاجة بتلك البيع نقول إن هذا من الرشوة وهذا من الميسر والقمار ولا يجوز أيها الفضلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول وقال أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الذي أخذ الذي كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه قال ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى إليه وقال عليه الصلاة والسلام عن دابي داود لعن الله الراشي والمرتشي والرائش ولذلك أرى أن كل هذا من القمار والميسر والرشفة ولا يجوز أبدا وينبغي لهؤلاء المندي من يتق الله عز وجل ولهذه الشركات أيضا من تتق الله تبارك وتعالى أن تبتعد عن مثل هذه الأمور لكي يستزلوا بها هؤلاء الأطباء إلى غير ذلك فيكتب في كلما كتب كلما زادت هديته إلى غير ذلك وهذا أيضا يقدح في مهنتهم ويقدح في أمانتهم والله عز وجل يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول وهذا من عوامل صرف القلب عند الرب قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعى فأغبر يرفع يديه ومطعمه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومالبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك وقال عليه الصلاة والسلام ما نبت لحم النبت من سحت فالنار أولى به والله ذم لهدى قال وأكلم السحت قال القرطب وغيره والسحت كل مال حرام نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام وفي آخر الزمان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام العذنان أن الإنسان لا يدري من أين أكتسب المال أمن حلال أمن حرام عفنا الله وإياكم ونجانا وكفانا وآواكم وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوهنا أن الحمد لله رب العالمين